بشكر كل الناس واللعيبة والجهاز الفني على الأداء الرائع النهاردة بشكر جمهور النادي الأهل العظيم جداً الرائع جداً بس أنا عايز أشكر حد بعينه وهتوري السورة بقى عشان لو في حد ليه الفضل الأول بعد ربنا النهاردة إن الأهل يصعد لنهاية دورة أبطال أفريقيا فهو السورة اللي هعارضها دلوقتي لحضراتكم هي دي ماريا ريفت ماريا ريفت دي حكمت الفار النهاردة في كورة سجلت هدف لمازمبي كلنا واحنا منتفرج عمالين نقول إيه ده ما فيهاش غلط أكيد الفار مش هاجه الكورة تعادل تلات أربع مرات قدامنا وإحنا مش شايفين حاجة وعملين نقول إيه الكورة هتحس بجوم كده كده مية في المية فجأة لقينا الحكم بيعمل الحركة دي ورايحة الفار إيه ده الكورة فيها حاجة ترجع لنا بقى نفسك أسخب بالك الكورة دي لو دخلت انسى بنسبة كبيرة وإن الأهلي كان هيرجع بهدفين صعب جدا ليه في العمالة ضايع وقت بيقفوا كتير بيقفوا كويس في الدفاع لو هما مش عايزين يعني حيتعبوا الأهلي ما كانش الأهلي هيصعد من الأهلي آخر يعني الست المحترمة دي حكم المحترمة دي ماريا ريفت قالت للحكم حكم الساحة تعالي لي فيه لمس اليد على لعب مزنبي بجد أو بجد صعبة 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 اللقطة والله العظيم يعني يقول لك ما يجيبها اللي رجالها النهاردة ما يجيبها اللي ستتها ده احنا دايما بنلوم على الحكام في أفراقيا ونقول ده احنا ما عندناش حكام في أفراقيا النهاردة والله تاخد جايزة جايزة الحكم المحترم جايزة الحكم اللي عنده ضمير لقطة مليون جنيه هي اللي غيرت المورة بص الكرة دي لو داخلت جول كلالي خسر المباراة اتلغى الجول الاهلي رجع للمباراة وحمسه فرقة مزنبي وقعت مع نويا هبتك جول في التاني في التالت خلصت المباراة سبحان الله سبحان الله مش هننساها احنا الحكمة دي امرنا ما هننساها طيب